يطيب لي أن أكون بينكم في هذا المكان المقدس في دير موجرس الحميراء وهو قلب وادين النابض ومشتل القداسة الغابرة والحاضرة يطيب لي أن أكون بينكم وأن أرى وجوها نعرفتها لأكثر من عشرين عاما أراها اليوم وأرى فيها الطيبة والغيرة التي عهدتها يوم أتيت إلها هنا في تسعينات القرن الماضي أراها وأرى الأصالة في عيونها وعيون أبنائها أراها وفي عيني يلتمع شوق الأب الراعي لأحبته وطوقه لأن يصافح في عيونكم حلاوة تلك الأيام الماضية ورهجة وغبطة اللقاء بكم بهذا الرجاء حمل البطريارك يحنى العاشر عصاه الرعوية متجها إلى وادي النصارى في سوريا أي القسم السوري من أبرشية عقار الأورتدوكسية في زيارة تفقدية هي الأولى منذ تنصيبها على الكرسي الأنطاقي ليتفقد أبناء الرعاية وليطلع أكثر على أوضاعهم وليستمع إلى إرائهم وتطلعاتهم وليؤكد من هناك على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية والدينية من جهة وتعزيز رغة التعايش والانفتاح بين أبناء البلد الواحد من جهة ثانية ولد وصوله إلى نقطة العريضة ترجل الباطريارك يحنى والوفد الأنطاقي الكنسي الرسمي المرافق له حيث كان في استقبالهم وفد رفيع المستوى ضم لفيف من المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة إلى فاعليات ومن ثم كانت للباطريارك يحنى العاشر والوفد المرافق وقفة عند كنيسة مارمطانيوس في قرية عناز حيث أعد له أهالي البلدة استقبالا شعبيا مهيبا يليك بالأبر الروحي الكبير فرفعت اللافتات المرحبة والمهللة وذلك على وقع عصف فرق الكشافة ونسر الأرز ورفع الصلوات وبدوره ألقى الباطريارك يحنى كلمة حي من خلالها أبناء البلدة مانحا إياهم البركة ومن عناز توجه موقب الباطريارك يحنى إلى كنيسة مارلياس في قرية الحواش حيث رست المحطة الثالثة وباتت البلدة أشبه بعرس قيامي وبدوره حي أيضا باطريارك يحنى في كلمته أبناء البلدة مانحا إياهم البركة ومن قرية الحواش إلى ساحة عين العجوز حيث استقبله الأهالي بالترحاب وأقواس النخل والزغريد وصولا إلى دير القديس جوارجوس الباطريارك الحميراء ومن هنا بدأ مشوار القداسة فعلى وقع عصف كشافة المشتاي ورفع الصلوات والأعلام الكنسية واللافتات المرحبة دخل الباطريارك يحنى والوفد الكنسي المرافق له إلى كنيسة الدير محاطا بحجد كبير من المؤمنين ورفعوا سويا صلاة الشكر وبدوره القراعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأورتدوكس الماتروبوليت باسيليوس منصور كلمة قال فيها يشهد الحاضرون جميعا صغارا وكبارا شيبا وشبابا شيوخا ورعاية وكنائس ومجالس كلهم يشهدون بحسن الرعاية التي أوليتموها لهذا الوادي فإنكم تستحقون ما أنتم فيه أنتم باطريارك زمن التجارب والمحن والمحبة والإيمان بمقابل ذلك رحب رئيس الدير الأرشمندريد دمسكينوس كاعد بالباطريارك يحنى مؤكدا بأن الباطريارك يحنى العاشر سيحمل لعرش أنطاقيا فجرا قيميا جديدا مقدما له أيقونة رسول المحبة القديس يحنى المعمدان بمقابل ذلك رد الباطريارك يحنى شاكرا رافدا في كلمته التي ألقاها وأزهلت الحضور من أن يعمم النموذج التزمطي المقيت على علاقتنا مسلمين ومسيحيين في سوريا قائلا بأن مسيحيي البلاد ومسلميها لا يعرفون لغة التكفير والتزمط بل يعرفون بوتقة واحدة تضمهم إلى صدر الوطن الواحد موجها جملة من التساؤلات حول ما يجري اليوم في مشرقنا العربي من دمار وقتل وخطف وتهجير لقد أوصت العهدة النبوية التي تفصلنا عنها أمتار فقط إذ يحوز هذا الدير على أثمن نسخها أوصت بحماية النصارى وبحسن معاملتهم هل لنا أن نعرف على أي عهدة ارتكز أولئك الذين نكلوا بمسيحي معلولة والموصل ولن أذكر أسماء أكثر لأن لا نقع في خطر الإغفال هل لنا أن نعرف عن أي ربيع يتكلم العالم المتمتن ومسلموا ومسيحيوا هذا المشرق يدفعون من أرواحهم ومن أوابد تاريخهم لتطمص هوية العيش الواحد في هذا المشرق هل لنا أن نعرف لماذا يجب أن تكون سوريا سفينة العبور إلى فراديسة تفترضها فقط عقول البعض وهم الآتون من مغارب الأرض ومشارقها هل لنا أن نفهم كيف يفسر العالم ديمقراطية خطف المطارينة يوحنى وبولوس والصمت الدولي المطبق في الكواليس والأروقة الدولية تجاهه وتجاه تهجير إخوتنا لأنهم مسيحيون وفي الختام قلد البطريار يوحنى الألشمنريد كعد صليبا مقدسا تقديرا لعطاءاته وخدماته الروحية مانحا المؤمنين البركة